نستغرب من موقف المفوضية لماذا تم أغلب رفض الطعون من قبل المرشحين المعترضين على نتيجة الانتخابات بالتالي نحتاج أن تقدم لنا المفوضية تفسير وإجابات حول تساؤلاتنا لماذا لم يتم النظر في أغلب الطعون بالتالي تم الموافقة على أربعة الطعون من بين 181 طعن لذلك اليوم المرشحين المستقلين أغلبهم اليوم اعتصموا وانضموا إلى ساحات التظاهر من أجل الاعتصام وحتى تبين المفوضية لماذا تم رفض هذه الطعون وتجيب على تساؤلاتهم بالتالي يحتاج المرشحين إلى اليوم النظر في طعونهم معرفة أسباب رفض هذه الطعون كذلك معرفة الخروقات والتزوير الذي تخلل داخل عملية الانتخاب فإذا إجابات كثيرة نحتاج إلى إجابة عليها من قبل المفوضية وأن تخرج المفوضية من صمتها وتجيب عن هذه التساؤلات يعني إحنا ما نقول أن المفوضية تعرضت إلى ضغوطات سياسية وإنما الضغط السياسي كان موجود أيضا سواء بالتنسيق مع المفوضية أو دون علم المفوضية لكن في مراكز الانتخاب كان هناك ضغط سياسي لبعض الكتل السياسية تدخل سياسي لبعض الكتل السياسية لفصائل المسلحة لبعض الكتل السياسية لذلك لا ننجزم أن نقول أن المفوضية لها اليد الطولة أو لها تواصل أو ضغط كان عليها من قبل أو تعرضت لضغط من قبل الكتل السياسية لكن الضغط السياسي موجود في يوم الانتخاب أيضا الفصائل المسلحة لبعض الكتل السياسية كانت موجودة الترغيب والترهيب والمال السياسي كان موجود وحاضر في يوم الانتخاب يعني إحنا قدمنا طعون بأن يعني عدد الأشرطة اللي كانت موجودة الأصوات اللي جاءت في 185 محطة من بين 730 محطة كان 838 صوت في 185 محطة في حين عدد المحطات هي 730 محطة المفوضية أعلنت الأصوات هي 739 أو 759 صوت في حين هي ب 185 محطة 838 صوت غير التصويت الخاص فإذن 500 وأكثر محطات هي لم نعلم عدد الأصوات بها بالتالي اليوم المفوضية هي تقول كانت عندما أعلنت نتيجة التصويت وقالت أن هذا هو غير نهائي وهو يعني أولي كعد أولي بالتالي أن المفوضية هي استعجلت في ذكر يعني النسب وعدد الأصوات لذلك كان هذا الموقف المربك والموقف الضبابي وحصل هذا الإرباك في الأصوات حقيقة نحن لحد الآن لم نعلم ما عدد أصواتنا النهائية ولا نعلم التصويت الخاص لم يعلمون ما حصلنا عليه في التصويت الخاص كذلك موعد غلق الصناديق كان لدينا عدد من الأشرة التي استلمناها من مراكز الانتخاب أن المراكز لم تغلق في الساعة السادسة إنما كان هناك مؤشر في الساعة السادسة والنصف في الساعة السابعة أو الثامنة بالتالي أيضا هذا يعني هو موقف ضبابي ومربك لا نعلم لماذا لم يتم غلق الصناديق وبالتالي هو تم إخراج مراقبين الركيانات إلى خارج المركز ولم يتم إدخالهم من الساعة السادسة تم إغلاق المراكز وإخراج مراقبين الركيانات أيضا التدخل من قبل المراقبين لبعض الجهات السياسية والفصائل المسلحة والضغط على مراقبين الركيانات المنافسين للمرشحين المنافسين بضرورة انتخاب مرشح الكتلة معينة أو كتلة سياسية بذاتها فلذلك قدمنا طعون بهذا الأمر حقيقة لكن لم نجد آذان صاغية لحد الآن